بوى علي إبراهيم مكان البيت وأمر ببنيانه وتتهيره للطائفين والآكفين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل حج البيت فرض على المستطاع من المسلمين وأشهد أن محمداً أبده ورسوله بيّن من فضائل الحج ما فيه كفاية للمؤمنين اللهم صلِّ وسلِّم على أبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه مبتغى الإباد ردوانك وكانوا لبيتك الحرام عامنين أما بعد فإن الله تعالى قد وصف نفسه بأنه حكيم وهذه الحكمة تتجلى في كل من صنعه وتشريعه ومما شرع الله تعالى لإباد حج بيته الحرام ولم يشرع لهم هذه الإباد العظيم إلا لحكم ومنافع يشهدها الإباد أفراد وجماعات في الدنياهم وأخراهم وتتجلى أهمية معرفة حكم الحج ومقاسدها في عمور إذة منها أنها عون ألا حسن عذاء الأعمال إنها مرغوبة للمرع في الأعمال بها يُعرف المرع مستوى عذائه وذلك إنما يقوم مدى التحقيق للمنافع فالمراد بحكم ومقاسد الحج التي من أجلها شرع الله تعالى هذه الإبادة هي المنافع التي ينالها المكلف إن حسن عذائه هذه التقليف إما بسبب الفعل وإما بسبب المناسبة المكان والزمان والحال هل يمكن التقسيم هذه المقاسد بالنذر إلى المنافع يجنيها العبد في الحج يمكن التقسيم مقاسدها باعتبار الفرد والجماعة وباعتبار الدنيا والآخرة أن الحكم التي من عجلها شرع الله الإبادة والمقاسد التي طلب من المكلف التحقيقها من خلال آداء هذه الشعيرة التي أو لا يمكن حصرها وسنذكر بعضها فيما يلي التسليم وانقياد لشرع الله أذى وجل ثانيا تحقيق التقوى الغاية من الحج تحقيق التقوى إذا نجد ارتباط التقوى بالحج في آيات الحج بشكل واضح جليد قال تعالى واعتموا الحج والأمرة لله وفي آخر الآية يقول واتقوا الله وعلموا عن الله شديد الإقاب وقوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ثالثا تحسيل قضية التوحيد في النفوس وتعقيدها يرتكذ الحج على التجريض النية لله عز وجل وإرادته بالعمل دون سواء قال تعالى فاجتنبوا الرجز من الأوثان واجتنبوا قول الذور حنا فاعل الله غير مشركين به وفي التلبية وهي الشعار الحج إفراد الله بالنسك الصريحة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخر الحديث رابعا تعظيم شعائر الله وحرماته من أبرد الغايات الحج وإكمه تربية العبد على الاستحسان شعائر الله وحرماته وإجلاله ومحبته والتجريض المساس بها أو حكتها قال تعالى في الزياء في الزنايا آية الحج ذلك ومن يعذم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن ما ستعالى تنكبر كنا ألميناي نبي الله إبراهيم عليه السلام آيابلا الكابة جوليلا كافيوكرتا كالسانويا كابو مشرقيا النصرق للمبيل جليما ما مونم مي الكابة المنم منو أكالسانويا ما مونم مي الصبت المسرق على بطن كما أكالسانويا المترجم للقناة 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 نَوِيَكُنُيَا يَوَ الْكَافِرُونَ السُورَانِ يَقُلُونَ واللهُّ سُورَان أَوْيَا لَكَلَي مَنْ جِيَدَيْا كُفَا Kika safan marwa to the wallom la أَوْيَا لَكَلَي مَنْ جِيَدَيْا كُفَا Kika belef to the wallom la أَوْيَا لَكَلَي مَنْ جِيَدَيْا كُفَا نَبَلْمَوْنْ نِيَهِي Jِبَارَوْ لَّجَة أبي ألا ككريا دي كفا كم مشرقو يا كيان كبو إنو فا إي كنينا ما يا مومي بكونا ومبلما أم تارا ما كنسينا وليم سمب سرака ما ستعالي هيجي دي أما كوم بلبلن منكما بتي منكما ودوي ألا كلي بانشي يجولي ما ككي ألا كلي بانشي يجوني ألا يا دي أما ودي كما هيجي دي أما كوم بلبلن منكما تعظيم الشعائر الله عز وجل جنگا كما يهي ممي ألا كيرباو غشيسي ممي ألا كيرباو بويا على هيجي دي أما اودي كما مكي ألا كاللهورم يروي ألا كيربادو الكابي ألا كيرباي صفان مروي ألا كيرباي أبو تبو كيلينا أرافاي ألا كيرباي ممسا تالكا يروبادو يموزداليفاي ألا كيربادو يميني ممسا تالكا كو بويا ألا كفين بويا اشتركوا في القناة 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 شكرا في القناة اشتركوا 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 في القناة ترجمة نانسي قنقر بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم لما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول قول هذا وأستغفر الله على عظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الجنة لمن عطاعة وخلق النار لمن عصاعة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير التائبين وعفضل المستغفرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بأحسان إلى يوم إلى يوم تبيض وجو وتسوى وجو أمن ما ستعالي تنودفل المي علي تنونيو من شاما من ما ستعالي أبركما إنا فا بجناي تغمي إكوا قدائي تغمي أمن الشرياء مشيني بطم مانغني على كلينته جنيوانتي على لاكا كوكتلا نحن 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 نفíre يجننا كنفة الأهم نحن 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 أمن الشرياء ألاك Maniam armas الله عليه وسلم ألاك جنوة تقدم أمن الشنيس يوم أمن اللست اشتركوا في القناة 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 صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة 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 وعنا ما هم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم آتي نفوسنا تقواها وذكي عن تخير من ذكاها أنت ولي ومولاها اللهم إنا نسألك فيه الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بإبادك فاتمذنا إليك غير مفتوننا يا رب العالمين اللهم أمننا في أوتاننا وأصل عمتنا أولاة أمورنا اللهم أمننا في أوتاننا وأصل عمتنا أولاة أمورنا يا رب العالمين ربنا عاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وأدخلنا الجنة الفردوسي مع الأبرار يا عديد يا غفر يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أكبر وأن محمد رسول الله أي على الصلاة أي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اصطرموك 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر اصطرموك يوم الدين اياك نحبب وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سراط الذين عنعمت عليهم غير المعضوب عليهم ولا الضمين الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جبال في الحج وتزودوا فإن خير باد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا عفدتم من أرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد استقيم صراط ربنا ولك الحمد سراط الذين عنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضمين قل يا أيها الكافرون لا أعبر ما تعبرون ولا أنتم آبدون ما أعبد ولا أنا آبد ما عبدتم ولا أنتم آبدون ما أعبد لكم دينكم وليدين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولد الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة شكرا